موسيقى قاموا بتسليمهم بالكمامات والكفوف الخاصة بالعمل لغاية التعامل مع النفايات بشكل عام أما بخصوص الكمامات وخصوص الكفوف اللي بتلقى بالطرقات بشكل عشوائي هاي بتشكل عبئة كبيرة علينا لأنه عملية التقاطها وعملية جمحها من الطرقات من أمام المولاد من أمام المخابل كميات كبيرة جدا يعني أنا بتمنى من أخوان المواطن هذا الموضوع يغضو بعين الاعتبار لأنه يعني العامل أول شخص يقوم بملامسة مثل هذا النوع النفايات يعني بسوى أنه ما ننقل الخطر حتى لو كانت هاي الكمامة آمنة أو هاي الكفوف آمنة ما ننقل الخطر بأي صورة من الصور لأي شخص آخر سواء كان أطفالنا سواء كان عمال الوطن سواء كان أي شخص بتعامل مع هذا النوع من النفايات اشتركوا في القناة